اشتركوا في القناة 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 طبعا بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم عندنا أول زاوية هي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وأورانوس رح تكون في تمام الساعة 53 دقيقة صباحا وهي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية بطيئة هي زاوية التثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتن ورح تكون في تمام الساعة 15 دقيقة صباحا وهي بتعزز الخيال الخصم في مجال الفن والابتكار وبتزيد قوة الحدث عند الأشخاص أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين نبتن وهي رح تكون في تمام الساعة 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية الأخيرة هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر والشمس وهي رح تكون في تمام الساعة 59 دقيقة مساء منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا وبنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل وبنسبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا الحدث الأخير هو عطارد اللي موجود في الميزان وعد للحركة الأمامية بده ينتقل للعقرب في تمام الساعة 59 دقيقة مساء وبما أنه رح ينتقل من الميزان زي ما حكينا في ساعات المساء للعقرب ورح ينكث فيه لغاية تاريخ 1-12 خلال هاي الفترة بيشعروا موليد برج العقرب بقوة الفكر والإدراك الجيد للأمور وبينشطوا في مجال الدراسة والمطالعة أو إجراء اتصالات أو القيام بسفرية ضرورية بيتمتعوا أيضا بقدرة الإقناع الغير بوجهة نظرهم بشكل كبير بيستفيد معهم في ذلك موليد الأبراج المائية مثل السرطان والحوت والترابية مثل التور والعدراء والجدي وكذلك كل شخص تواجد عنده عطارد ساعة ولاته في برج العقرب واللي بيولد عنده عطارد في العقرب بميلة تكتم على الأسرار وبيظل قسم كبير منهم يعني أفكارهم سرية أو دفينة بيخلوا أسرارهم ما بيفشوا الأسرار بمعنى آخر وبيخلوها بينهم وبين أنفسهم بالمقابل بيحاول التغلغل في نفوس الآخرين لمعرفة خباياهم طبعا لتأثيرات وجود عطارد لما بيكون موجود بالعقرب على كل الأبراج الحمل بتنصب أفكارهم يعني حول ضبط أمورهم المالية المشتركة الثور بميلوا لتبادل الآراء والأفكار مع شركاء العمل والعاطفة الجوزاء بتفيدهم أفكارهم في مجال العمل وبالذات في العلاقة مع الزملاء والزميلات السرطان بتشتد رغبتهم في ممارسة نشاط أدبي وبيحثوا أولادهم على المطالعة والدراسة الأسد بميلوا لتبادل الآراء والأفكار مع أفراد العائلة وعندهم القدرة على الإقناع بوجهة نظرهم العدراء بيستفيد طلاب الابتدائي والثانوي في الدراسة والامتحانات وبينشطوا موليد هذا البرج بصورة عامة في أمور إلها علاقة بالسفر الميزان بتنصب أفكارهم حول أفضل السبل لكسب المال وإدخال تعديل على ميزانيتهم القوس بينجذبوا نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها أو للتفكر أو التبحر فيها الجدي بميلوا لتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء الدلو بتفيدهم أفكارهم في علاقاتهم مع المسؤولين الحوت بينشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبيستفيدوا الطلاب الأكاديميون في مجال المحاضرات والدراسة طبعا القمر زي ما حكينا موجود بالعذراء خلو المسار القادم رح يكون يوم 11-11 بيبدأ في تمام الساعة 10-58 دقيقة بعد الظهر وبيستمر حتى تمام الساعة 4-9 دقائق مساءً لا ينتقل لا الميزان عمر القمر القمر انحصار الهلال 25 يوم في تمام الساعة 11-25 دقيقة مساءً بيصبح 26 يوم نسبة الإضاءة 25% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 سعيدة بنسبة 60% القمر في العذراء حتى يوم 11-11 سعيد بنسبة 15% طبعا لأنه بشكل زاوية التقابل زي ما حكينا مع نبتون الشمس زواياها إيجابية عشان هيك عاطناها 60% عطارت في الميزان ورح ينتقل للعقرب حتى يوم 11-12 طبعا منتحس بنسبة 60% السبب أنه بالزاوية هاي هو أو بالدرجة هاي هو بشكل زوايا تربيع مع زحل وبلوتو والمشتري وبعمل تقابل برضو بينه وبين أورانوس فعشان هيك منتحس أما بالنسبة إلى الزهرة في الميزان حتى يوم 21-11 منتحسي بنسبة 40% والسبب أنها هي صارت في أواخر الدرجة أو العشرية الثانية فعشان هيك بتشكل زوايا التربيع زي ما حكينا ما بينها وبين زحل وبلوتو والمشتري وبتعمل تقابل ما بينها وبين المريخ فعشان هيك بتضعف بشكل كبير وبصير مزاجها منتحس أما بالنسبة إلى المريخ واللي ضايله أكم يوم لين تهي عملية التراجع تعته ما زال هو بعملية التراجع في برج الحمل لغاية 13-11 مزاجه منتحس بنسبة 35% يعني هو ما بشكل غير زاوية وحدة فزاوية التربيع هاي هي اللي برضو لسه ما زالت مع تراجعه بتعطي النسب الأكبر للنحوس وبرضو التقابل ما بينه وبين الزهرة المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 10% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 19-10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 طبعا نبتون هي زاوية التقابل ما بينه وبين الشمس أما الزواية الإيجابية هي التثليث مع الشمس والتسديس اللي بيعملها مع الكواكب اللي موجودة في الجدي اللي هي زحل بلوتو المشتري فعشان هيك منقول ممتزج بحضوضه طول اليوم بلوتو في الجدي مزاجه سعيد بنسبة 15% ورجع للحركة الأمامية تقريبا هيك احنا نحينا كل الأخبار الفلكية خلينا نروح على التوقعات اليومية برج الحمل بيتراكم في هذا اليوم الحمل أكثر من المعتاد وتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منه انتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعالج المسائل الطارئة للتوصل إلى اتفاق ابحث عن حليف أو دعم اتجنب الإساءة إلى الأصدقاء وشركائك حاذر من التراجع الصحي طبعا والأهم أنه الانفعال والعصبية برج الثور بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحباءكم وإيجاد قاسم مشترك بجمعكم فيهم بحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي والتواصل مع المحيط ممكن يكون من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا لأنه بما أنه في البيت الخامس معناته نسبة الحظوظ بتكون عالية ومزاجه سعيد للقمر معناته فيه يعني فيه أحداث جيدة بتشعروا بالطمأنينة والراحة خلال هذا اليوم برج الجوزاء بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتشعر ببعض الحزن والتعب وبتبحث عن ملاذ آمن أهم شيء أنك ما تنتقد أقرب الناس لإلك بممكن تلمس توتر على صعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط أو الأمور الطارئة برج السرطان كونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن أو التنقل أثناء قيادة السيارة لا تدخلوا في نقاش حاد مع إخوي أو جيران خلال هذا اليوم امسكوا عصابكم ممكن يسجل هذا اليوم لقاء مهم أو اتصال مفيد بتجري أبحاث ومفاوضات ناجحة بتقوم بزيارة أو ممكن تلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة أو الفترة المقبلة برج الأسد خففوا من النفقات قدر المستطاع بتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن تناقش موضوع مالي أهمش أنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ما تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقذ قبل التوقيع على العقود حدد أهدافك بشكل جيد برج العذراء تشعر بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأداءك الفترة واعدة بخبر أو تسوية وانطلاقة لمرحلة جديدة بتطرح أفكار جديدة وبتجتهد على إنجاح مشروع جديد الفترة هاي حماسية والوضوح بالأفكار هي عنوان هاي المرحلة برج الميزان بيتطلب منكو هذا اليوم الانتباه بشكل جيد لصحتكم بسيطر التعب الشديد عليكم بتفكر في إلغاء بعض المواعيد والابتعاد عن الأضواء احمي نفسك من المحتالين ممكن تهدأ الوتيرة وتتراجع الأرباح والحيوية خلال هذا اليوم فترة محبطة جدا ومخيبة للآمال طبعا يوم بكرة وبنتقل القمر لعندكم وبتتحسن الأجواء بشكل أفضل وخصوصا من ساعات المساء برج العقرب بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة أهمش أنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة وإلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك بتتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية بتكون واضحة وما بجوز أنك يعني تأخذ بعض القرارات اللي ممكن تكون متسرعة برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أهم إشي أنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي تركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر ونظم أعمالك عشان تنجزها بالكامل برج الجدي بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات كونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك ممكن يترك أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة بتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك فترة إيجابية جدا أهمش أنك ما تضيع عليك الفرصة برج الدلو اتفحصوا حساب مالي مشترك وخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية كون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف أهمش أنك ما تهم الملف ولا قضية خلال هذا اليوم برج الحوت تتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركائكم سواء في العمل أو العاطفة أو ما بينكم بين الأزواج كونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم نسق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هذه الفترة حاول أنك أنت تضبط أعصابك لأن الضغوط شوي ممكن تكون كبيرة الأوضاع ممكن شوي تكون فيها بعض الصعوبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء